السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للإخوة والإخوات تحية طيبة لجميع المناضلين والمناضلات في المغرب خارج المغرب تحية خاصة لجميع الأحرار تحية خاصة للمعتقلين المختطفين في مساجن الدل والعار ناس اللي اختطفهم نظام لأسباب بسيطة وهي خروجهم للشارع والمطالبة بالحقوق المشروعة التي ينصها الدستور المغربي هذا هو المشكل سور واحد الناس خارجهم يطالبون حقوق المشروعة للدستور المغربي توفرها جميع المغربة وهي الساكان والصحة والتعليم والعمال يعني ما يحواج الذي كان في الدستور المغربي وهذه الناس خرجوا يطالبون في الشارع والنظام المغربي المخابرات المغربية كيف تسميهم يعني القطاع عن طرق اللي كان في النظام المغربي مشاوش تدوا هذا الناس وخطاطفهم ودعوهم تحاكمهم المشكل هذا كانوا مجرمين كرة متحاكموا للحبس هذا الناس أبرياء مخطاطفين ولمدة سنة من العيد الرندن اللي فات وهو العيد الرندن اللي وصل وما زال ما تحاكموش يعني بحيال لها الناس هادورة ما عادش انه يعني ناس رتعكبوا الجرائم في أمريكا والمدة ديال الحكم ديالهم ما تجاوزاتش يعني ما وصلتش لمدة سنة يعني وتصوروا واحد الناس لأبرياء أصلا ما كانواش حتى ما كانواش حتى البوليس يوقفوا عليهم بحل زفزافي بحل مهداوي ما كانواش يباتوا حتى لو اتواني فورا يعني 24 ساعة ما كانواش يوزوا في الحبس وارغم ذاك الشي النظام المغربي الديكتاتوري المجرم يعني شادهم قسكيت لعب بهم بغيرهم عبرة للناس الخرين اللي غادي نوضو واحد نهار يطالبوا بالحقوق ديالهم فولا كانت منه أنا أتضمن معهم وأنا أطلب من الناس أطلب من المغاربة أنهم يخرجوا للشوارع باش يطالبوا من هاد الحكومة المجرمة وهذا النظام المجرم الذي يتزعمه رئيس المافيا اللي هو محمد سائح ويطالبوا بإخراج هاد الشباب الأبرياء من السجون الضل والعار هذا هو ماشي هذا ماشي هو الموضوع اللي بغيت نهضر عليه الموضوع اللي بغيت نهضر عليه وهو التقنية لخدماتها المخابرات المغربية والنظام المغربي لإسقاط الصحفي ابو عشرين لأن كان عفو الصحفي ابو عشرين بدأت يخرج مؤخرا بوحد المقالات اللي خطيرة يعني بدأك يوصل بدأك يعري يعني دوك التماسيح اللي كي سيطروا على الإقصاد المغربي بدأك يعري دوك اللصوص دي الإقصاد المغربي يعني بغاو يلقى واحد طريقة باش يقضيو عليه باش يشوهوه أمام الرأي العام يعني كنشوفو دبل قادية يعني لرجعنا مثلا غادي رجعوا القادية دي للحاج تابت يعني بغير يرجعوا بو عشرين بحل الحاج تابت بغاو يتبتو عليه أشياء اللي هو مديرهاش ولكن المشكل اللي كان يعني المشكل اللي كان وهو التقنية الحديثة لأن بو عشرين يعني يطبقوا عليه التقنية الحديثة لأن غادي نوريكم دابا واحد تقنية اللي كان دابا كين واحد كين واحد بروغرام كين اللي كتخدمه يعني سهل يتخدمه كتجيب تصويرا دي الإنسان وكتجيب صوته وكتلصقهم وكتدير بهم اللي بغيتي هنا غادي نعطيكم دابا كتشفوا هنا مثلا في التصوير هادي في هذا الفيديو هذا أوباما كيهضر بالصوت دياله بالصورة دياله في البيرو دياله في كل شي واسمعوا اسمعوا دابا غادي نتبغي تسمعوا وغادي نتقولوا ليه وش هو أوباما ولمشي أوباما لأننا نزل في ايام إن كانوا أنه ملاحظون إساقار اتعرف.. كيلمانجر صحيح أو بن كارسون في سنكم أو بحيث مثل هذا أسحاب ترمب هو مباشرة و مباشرة هل رأيتها؟ لم أكن أقول هذه الأشياء على الأرقاء لا بأس في المقبلة لكن أقوم بشكل أحد أقوم بشكل جوردن كيل رأيته ان هذا السيد العليمان شد تصويره اوباما شد صوته اوباما ودخله هو اللي يهضر ولكن في تصويره اوباما ولكن هو ماشي اوباما يعني هذه هي التقنية اللي خدمه للاطاحة بالصحفي 20 يعني واحد تقنية خطيرة لانها في الاول هذا هو البروغرام اللي يخرج للعام كان يخرج الناس متى يقدروا يستعملوه ولكن من اللي نورمال مو كي تستعمل في التقنية ديال الفيديو جايم يعني الالعاب ديال الفيديو جايم كي تستعمل هاد 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 هوف كي تستعمل بزاف وكي تستعمل مثلا في السينيما ولكن مؤخرا المؤخ المخابرات تدير بعض الدول الدكتاتورية ولبعض المصالح ولبعض الجهات اللي كتبغي تطيحب اشخاص ولكتبغي مثلا تصيفتهم للحبس ولكتبغي وكتبغي مثلا يعني تجيب هاد البروغرام تجيب اي شخص مثلا تجيب اي شخص عادي من الزنقاء سنجيب تصويرته ونجيب له الصوت دياله مثلا اي فيديو دياله في يوتيوب كي يهدر سنجيب الصورة دياله ونجيب الصوت دياله ونقدر نجيبه هنا مثلا قلس مع جروب ديال المجرمين ولا ديال مثلا ديال الارهابيين وكي يعطيهم الاوامر وتدير لهم وزعمة سنجيبهم البروغرام ولا سنصدقوك لان الطريقة كي يصوب البروغرام كي يحول الصفة ديال الانسان وكي يحول صورة ديال الانسان وكي يحول صوت دياله يعني واحد طريقة البروغرام هو غالي شوية لانه تقريبا غير فييد بعض المخابرات خاصة تنظر على مخابرات مثلا ديكتاتورية كي يكون عند هذا البروغرام وبعض الجهات اللي كتبغي تلفق مثلا دوسيات كتبغي تلفق شي حاجة شي واحد غادي يأخذ هذا البروغرام غير بغيت نقول للمغاربة يعني ما تبقاش تصدق اي فيديو تشوف فيه الوجه ديال شي واحد ولا الصوت ديال شي واحد وخاصة مع هاد شي ديال المحكامة مثلا هاد شي اللي كتشن في المحكامة ديال البرو عشرين وذلك الشي اللي مصوب وذلك الطريقة اللي مصوب يعني قادية سهلة يعني هنا غير بغيت نقول الاخوة والاخوات يعني ما تقولش تصدقوا اي حاجة مثلا تشوفها تصدقها لانها التقنية خاطرة جدا وهذه غير البداية دي هالتقنية لانها ما زالت يطور فيها اللي غادي توصل وحد المستوى الذي لا تحمض عقبه والله يحفظ ولا يستر يعني بلا ما نطور عليكم في هذا الفيديو واحد القادية عيدنبروك وتنتمنى جميع المسلمين اياما قادمة مليئة يعني بالتحرر يعني بالحرية بحرية الرأي يعني بارتفاع في الأجور بالقضاء على النظام بالقضاء على الدكتاتورية ونتمنى كذلك الاخوة المختطفين في سجون الضل والعار حتى هما يطلق الله صراحهم ويخرجوا عند عائلاتهم خاصة الناس اللي عندهم ولداتهم الاخر المهداوين اللي عنده ولداته كيتسنوك دا كانتمنى الله يفرج عليهم وكانتمنى الله ينزل الغضاب على دكولة الحرام كي يتكرفسوا عليهم وتبارك الله عليكم والسلام عليكم